موسيقى و المغرب و جبل أتلاس اول مرة كنت اكتشفت المناطق هذه و كنت نزاور الرياضة فريدة الهوائية وبعد قمنا بتطواف خور في فرنسا وبعد قمنا بتطواف خور في المغرب حتى الأسراء و بعد و نزاور الرياضة فريدة في 2008 مروا ليكم بإنسان الليresent هو السباحة لين نمزيان الجسم لليها كما احاول ولكن خافوا لي من جزري لكن بقيت بشوية كان قناعهم ولكن كانت لغي أكتون ديالهم شوية صعبة من اللي قلت لي همرا لحبس الخدمة وغمد ندير الرياضة كانت صعبة بشأنني قناعهم انهم يمشوا معي في هذه المغامرة هذه كان عندي ديبلون في فنون تيباعة ومن بعد خدمت في أجونس كومنيكاسيون دياي ايديسيون سبع سنين خدمت معهم في دار بيضة تعلمت بزاف الحويش سافرت بزاف انكم يكونش عندك سالير في مخاطر كبيرة ولكن كتبقى كل مرات تلقى الحلول تخدم معه محتادنين ودبا بزاف الحويش ولو كيتدارو في وسائل الاتصال في السوشال ميديا ذلك كان آفا أخرين اللي كتحاولون نمشونيهم هو الحب ديال رياضة كتبدأ انك تدير رياضة بانك كتبغيها ولكن انك بتوصل الالعاب الولمبية وتشارك فيها وتربحين ميديا كان كيكون حلم كتخدم ليه ولكن ما تعرفش وقدر تصليه ولله الحمد لله الدعوة ديال الوالدين وديال المغربة بززاف اللي ساعدوني في وسائل الاتصال الحمد لله والسوني ربحت ميديا ليا برونزية هاد المشاركة هدي ماشي سباقه غير شارف كبير انني نحمل شعلة الولمبية ونكون ممتن ديال المغرب هاد التظاهرة هدي شعلة الولمبية اللي كتجول العالم كامل غنكون يكون عندي شارف كبير انني ناخدها ونجري بها واحد المسافة ونعطيها الرياضة اخرى من بلاس اخرى من العالم شارف كبير يعني نكون تختاري تظاهر هذه الحمد لله بزاف تحويج اللي اللي كتكن حلم بيوم سطليهم الحمد لله قانعة وكل شيء كل شيء كتحاول انك تكون عندك وحد رغبة انك توصل الاهدف ديالك ولكن امام طوال انك تكون تفتاس مرأة تيسام صادقة ياك حسنا واحد الشيء يبدأ من محيط للشخص والشخص والشخص والحتياجة الخاصة العائلة سوخت الوالدين عندهم حد دور كبير انهم من صغور يعلموا الولد ديالهم انه ركب حرق بحل خوتك ارى نقصك رجال ولا ما مشلول ولا ما كتشوفش ارى غير نقصك حد الحاجة ولكن ارى عقل ديالك ارى باقي تقدر تقرأ تقدر تعلم بحل خل خوتك اعتقد بالنسبة لي شخصيا انه هنا في كين سير ديال الفرق باش منعلمو مش انه كان عندك اعقام سكين سافير بقاف القونت ما تلعب ما تبشي المدراسة ما تقرأ ما تخدم موالد ديال الموحيط ديال الشخص مهم بزاف الولدية تعامل معي بحلي بحل خوتي العصا ما تفكوش معي القرايا دونك هدو هدو بسير من بعد اخصد الشخص المواقع انه يقام بالقادية انه حاجة نقصانية ربحل شي واحد كي دير ندادار ربحل شي واحد دونك هنيا اخصد من الصغور كي يبدأ يكبر بشوية 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 هذه مسألة اخرى ديال الرياضة تاند اسخص اسوية رغا تتدر مع الرياضين ويكون هم مشاكين مع الجامعات اذيك الشي كان اعتقد انه وفحد هنه في حد الوقت دابايا اللي كي ننقف اخرين ما انسناش الجامعة وعندي هدف ديالي انا من كتكن دير الرياضة وكتخدام كتكن اخلص عراسي كنحاول انني هتكن بغياد الرياضي وبغنوصل لها دونك الجامعة اخصد دير دور ديالها بطبيع الحال وتعاون الرياضيين ولكن الرياضي مخصوش يدير ان هدك هو العضر بيحبس مصار دياله الحياة ترى فيها طلعوا هبوط بحل اي حاجة حيث ندير دراجة بزاف مورا شيء عقبار كتكون الهبطة كتكون تمتع ب الصعوبات كيكون ورا عندهم حد الديالتين انه انه بحش توصل الهدف ديالك والحمد لله احنا احد مشامع اللي كي امن بالله و يكون عندك الايمان انك اتوصل الهدف ديالك طلب الله وطلب الردادين الوالدين وتفكر على الله اتبعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا اابوني فلاشين يوتيوب اشتركوا في القناة